اجتماع لقوة الثامن من أذار في الرابي ومعلومات الام تيفي تشير إلى أن المجتمعين يرفضون السير بحكومة تكنقراط ويفضلون حكومة سياسية كلمة واحدة عن أجواء الاجتماع التي ضم فريق الثامن من أذار في منزل نائب ميشيل عون في الرابي كلمة قالها النائب أجوب باكرادونيان المناقشات عامة وراح تستمر هل هناك تواصل آن سيحلش مع رئيس برري؟ المناقشات مستمرة بين كل الحلفاء تكتم شديد سدى أجواء الاجتماع التي دام ساعتين وضم إلى النائب ميشيل عون وزير الطاقة جبران باسيل رئيس تيار المردة النائب سليمين فرنجي الوزير السابق يوسف اسعادي النائب أجوب باكرادونيان ووفدا من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنصيق في الحزب وفيق صفا وفي معلومات الام تي في أن الحاضرين شددوا على أنهم لن يقبلوا بحكومة تكنوكرات ومطلبهم حكومة سياسية ولا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية كما جرى تدول بالأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة وكل فريقا عرض الإسم الأقرب إليه وعندما طرح أحد الفراقاء اسم الرئيس ميقاتي وجه أكثر من سؤال حوله من دون أن يوضع فيتو عليه بحسب مصادر اللقاء وكذلك طرحت أسماء أخرى كعدنان القصار إلا أن القصار وبحسب البعض يمثل التكنوكرات وهو الخيار المستبعد عند فريق 8 أذار كذلك اقترح أحد الحاضرين اسم الوزير محمد الصفدي ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن بانتظار استكمال المشاورات التي بقيت مفتوحة بين المجتمعين والرئيس نبيه بري وهنا تشير المصادر إلى أن هذا الاجتماع الذي سيستكمل بلقاء مع رئيس بري في عين التيني خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة تخلله اتصال بين عون وبري اطمأن فيه عون إلى صحة بري وهنأ خلاله بري عون بالأعياد من دون أن يحدد موعد اللقاء المزمع بين الطرفين علما أن المصادر تؤكد أن الأجواء كانت إيجابية والتواصل مع بري مستمر أما قانون الانتخاب فجدد الحاضرون رفضهم للترشح على أساس قانون الستين ولا حتى الستين معدلا ترجمة نانسي قنقر